أسبوع جديد بأنبائه وأحداثه نتابع أهم هذه الأحداث بالبحث والرز والتحليل ومن أبرز أحداث هذا الأسبوع نقابة المعلمين تصر على الإضراب والحكومة تؤكد أن الأوان قد حان لعودة طلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته الزيارات الملكية المفاجئة نهج ملكي منذ تولي جلالة ملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية تنديد عربي وإقليمي ودولي تبع إعلان رئيس الوزراء الإصالي بن يمينة نياهو عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت ولا مشاهدين ننتقل إلى موجز لأهم الأنباء مع عبدالله لعموش شكرا لك طارق أكدت نقابة المعلمين أنها ماضية في إضرابها للأسبوع الثاني على التولي اعتبارا من يوم غدا النقابة شددت على تمسكها بمطلب علاوة الخمسين في المئة مشيرة إلى أن رسالة رئيس الوزراء لم تتطرق إلى حق المعلمين في العلاوة وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز صرح بأن تحصين الوضع المعيشي للمعلم على رأس الأولويات مشيرا إلى أن الوقت قد حال لاستئناف العملية التعليمية كما أكد على أن الملاحظات التي تتبنها النقابة بشأن المسار المهني وتحصين الوضع المعيشي للمعلم قيد الدراسة يشارك الأردن في اجتماع نستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية المختلة وبيّن مصدر للمملكة أن المشاركة الأردنية باجتماع المنظمة في السعودية تهدف إلى التأكيد على أن تصريحات نتنياهو تصعيد خطير وتدفع المنطقة نحو العنف وتأجيج الصراع ويرأس وزير الخارجية أيمن الصفدي الوفد المشارك في الاجتماع وكان قد أكد في وقت سابق أن إعلان نتنياهو سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية قرر وزير الداخلية سلام حمد تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وحيثيات تجديد جواز سفر لأحد المطلوبين على خلفية قضايا وهو خارج البلاد الوزارة أكدت أن تجديد جواز سفر المشاري إليه بالطريقة التي تمت يعد مخالفة صريحة للتعليمات النافذة وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين أوضحت مؤسسة ضمان الاجتماعي أن قانون الضمان ألزم المنشآت بتوفير الشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي قال إن حوادث وإصابات العمل تصل إلى خمسة عشر ألف إصابة سنويا بمعدل إصابة عمل كل أربعين دقيقة تقريبا مشيرا إلى وقوع وفاة بسبب إصابة عمل كل يومين ختام الموجز عودة مجددا وجولة في الأسبوع مع طارق الزعب موسيقى ولا مشهدين إلى جولة لأهم أخبار الأسبوع البداية بيوم الأحد حيث جلالة ملك عبدالله الثاني يشدد على أن تكون الأولويات لسلامات القادمة واضحة ومحفزة لاستثمار حيث أكد جلالة ملك عبدالله الثاني خلال لقائه شخصيات سياسية وقتصادية وإعلامية شدد على ضرورة أن تكون الأولوية القصوى حاليا هي تخفيض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن مشددا جلالته على أهمية الشراكة بين الحكومة والبرلمان لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار كما وجدد جلالته التأكيد على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية الآن إلى يوم الاثنين حيث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يدعو المجتمع الدولي إلى الاستمرار بالوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين السوريين حذر الصفدي من مغبة تراجع الدعم للاجئين والدول المضيفة لهم تصريحات الصفدي جاءت أثناء لقاء عقده في العاصمة عمان مع مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس تيليا نيدس ولان إلى يوم الثلاثة أمانة عمان تنفذ عملية تشغيل تجربية للإشارة الضوئية التي وضعت بدلا من الدوار الخامس هذا بيّن مدير عمليات المرور في أمانة عمان محمد الفعوري بيّن أن تشغيل الإشارة الضوئية جاء بعد أسبوع من العمل في المكة وذلك بهدف تعويض السائقين عليها ومراقبة عملية التحسين المروري وأثره على أرض الواقع ولن ننتقل إلى يوم الأربعاء حيث نقابة المهندسين الأردنيين توجه مذكرة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني طالبت فيها بضرورة رفع معدلات القبول في الجامعات بشكل رسمي ذلك في التخصصات الهندسية وقالت النقابة إنها قامت وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بإجراء دراسة للتخصصات الهندسية وحاجة سوق العمل لعام 2019 تبين من خلالها وجود إشباع في التخصصات الهندسية وتفرعاتها كافة شددت أن ارتفاع نسب البطالة مرده أعداد الخرجين والطلبة على مقاعد الدراسة ننتقل إلى يوم الخميس حيث مصدر مطلع في وزارة التربية يؤكد أن وزير التربية وتعليم وليد معاني ينوي إجراء تنقلات إدارية بين عدد من مديري التربية والمدارس ذكر المصدر أن التنقلات التي من المتوقع أن يعلن عنها الأسبوع المقبل سوف تكون وفق معايير تقييمية أعدها مؤخرا فريق مختص من الإدارات المعنية في الوزارة أضح أن التنقلات سوف تكون ضمن سياسة جديدة تبنتها الوزارة تأخذ معيارا تستند فيه إلى السجل الوظيفي والأدئي كون الهدف الأساسي منصب على الارتقاء بعملية الإدارة التربوية الآن نختم بيوم الجمعة الأمم المتحدة تؤكد أن نية إصائيل ضم واد الأردن أمر غير شرعي فقد قال المقرر الخاص في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك قال أن نية إصائيل ضم واد الأردن أمر غير شرعي أضاف لينك أن القرار يهدف لفرض أو يهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود حل دولتين من جهتها قالت خمس دول أوروبية كبرى بأنها تشعر بقلق بالغ بشأن إعلان إصائيل اعتزامها ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة واعتبرته ألمانيا انتهاكا خطيرا للقانون الدولي فيما أكدت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة أكدوا على مواصلة دعوات كل الأطراف لامتناع عن أي تصرفات تتعارض مع القانون الدولي وتهدد إمكانية تنفيذ حل الدولتين أخبار الأسبوع مستمر من قناة المملكة وفيه بعد قليل نقابة المعلمين تصر على الإضراب والحكومة تؤكد أن الأوان قد حان لعودة الطلب لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته الزيارات الملكية المفاجئة نهج ملكي منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية أهلا بكم مشاهدين إلى أخبار الأسبوع في ملفها الأول أكدت نقابة المعلمين أنها ماضية في إضرابها الأسبوع الثاني على التوال اعتبارا من يوم غد الأحد شددت النقابة على تمسكها بمطلب علاوة الخمسين في المئة مشيرة إلى أن رسالة رئيس الوزراء لم تتطرق إلى حق المعلمين في العلاوة أكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاس قد صرح بأن تحسين الوضع المعيشي للمعلم على رأس الأولويات للحكومة ومشيرا إلى أن الوقت قد حان لاستئناف العملية التعليمية تصريحات نائب نقيب المعلمين يصر فيها على علاوة الخمسين في المئة ورفض وقف الإضراب بعد أن انتهينا من الأسبوع الأول أسبوع الكرامة سنبدأ بأسبوع الثبات فالثبات الثبات مستمرون حتى تحقيق المطالب دعوات ومبادرات وحوارات على مدى أيام إضراب المعلمين كان حاصل جمعها صفرا وبقي الطلبة بلا تعليم وسط شلل تام للعملية التعليمية ومدارس هجرها الطلبة يوما بعد يوم من الإضراب وكوادر المعلمين داخل أسوار المدارس بحراك خارج الغرف الصفية في مهمة باتت على ما يبدو شبه مستحيلة بمطلب علاوة الخمسين في المئة التي ترفض الحكومة البحث فيها مرة واحدة وإلى الأبد وترمي بثقلها كوصفة للحل المسار المهني المرتبط بالأداء ونظام المزاولة للمهن التعليمية الحكومة على الطرف المقابل منذ اليوم الأول وفق تصريحات المعنيين بإدارة الأزمة لم يكن الإضراب في وارد نقاش استمراره كوسيلة لتحصيل حقوق وتحسين أعوضاع المعلمين بل لوحت منذ البداية بالخيار القانوني لوقف شلل العملية التعليمية وظهر رئيس الوزراء ليؤكد بعد أيام من الإضراب أن المطالب لا تحقق بالمغالبة والاستقواء مكرراً أن القانون هو الحل نحن نؤمن بالدولة القوية التي يحكمها القانون والمجتمع القوي ومؤسسات المجتمع القوية التي تحتكم للقانون إذا هم مصرين على هذا الموضوع فلكل حادث حديث لكن لا تستطيع إحنا وصلنا مرحلة متقدمة جداً 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 من الحوار مع النقابة السابقة واتفقنا على المخرجات فالمنطقي أن تأتي هذه النقابة الجديدة بدل ما فقط تشطب كل اللي اتفاقنا عليه وتقول إحنا لا بدنا إشي تاني مختلف كلياً نبدأ من حيث انتهينا مع نهاية الأسبوع الأول من الإضراب بدأ أن نافذة الحوار فرصة تضيق إن لم تكن أغلقت ما يرى فيه مراقبون أن صفحة جديدة مختلفة ستلجأ إليها الحكومة إذا ما استمر الإضراب وشلل العملية التعليمية الخيار كما يتوقعون لجوء وزارة التربية إلى الخيار القانوني كخيار وحيد على الطاولة لعودة الطلبة إلى المدارس ما بين مغالبة كما وصفها رئيس الوزراء في معرض تصريحاته الأخيرة وإصرار نقابة المعلمين على أن ما يجري هو مجرد حقوق مستحقة لا تزال الأطراف في قمة الشجرة العالية فمن يبادر إلى النزول عنها أو يضع سلما لآخر خشة تطور غير متوقع كما يرى مراقبون حادث أكثر حول هذا الملف نضم علينا الآن هنا في الاستوديو السيد مجيد عصفور الكاتب والمحلل السياسي سيد مجيد أحنا وسهلا بك في أخبار الأسبوع سيد مجيد إذن استمعنا مؤخرا لتصريحات رئيس وزراء دكتور عمر الرزاز تأكيد على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمعلمين وهو على رأس أولويات الحكومة وأيضا ضرورة استئناف العملية التعليمية بشكل سريع لترد نقابة المعلمين التصريحات منخيبة للأمال وإصرار من قبلهم على التمسك بهذا الإضراب وغدا يوم الأحد إضراب مستمر بالتالي في ظل هذه المواقف إلى أين تتجه هذه الأزمة؟ حقيقة يعني فعلا كان يؤمل من دولة الرئيس أن يكون الخطاب متغير عن المقابلة التلفزيونية التي أجرها مسبقا وعن كل التصريحات التي صدرت والتي كلها تتمحور حول مسألة الأداء ومسألة الربط أداء بالعلاوة بالعلاوة وما إلى ذلك الآن تحدث دولة الرئيس عن إشارات إيجابية من جانب النقابة أنا لا أعرف عن أي إشارات تتعدد لكني شاهدت على وكالة رم المحترمة عبر وكالة يعني تتحدث عن تعميم المسار المهني كما قال في بيانه وعن ربط العلاوة بالأداء والجلوس على طاولة الحوار دون أي شرط هذه الأجواء الجبيلة تحدث عنها هذا المسار المهني والحديث عن حوله كان منذ بداية الأزمة وكان مرفوض من جانب النقابة أنا لا أتبنى وجهة نظرهم لكن أتحدث عن كل الموقفين كيف أنهما وصلا إلى حائط مزدود حائط مزدود معقول نقول حائط مزدود حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة نعم الآن للأسف الشديد كان يؤمل أن يتغير الخطاب نحو مزيد من المرونة لجلب النقابة إلى طاولة المفاوضات ومن ثم تبدأ أنا كنت قد قلت أني شفت شاهدت على عبر وكالة رم المحترمة لقاء في منزل أحد النشطاء السياسيين تحدث فيه النقيب بالحرف قال أنه النقابة تريد الاعتراف بالخمسين بالمئة لم يقل تحصيلها فورا وكان هناك أيضا طب هو قال اعتراف خمسين بالمئة ولكن لم يقل ماذا سيحصل بعد هذا الاعتراف تمام لا هو يعني ربطها تقريبا بالعودة تقريبا لم يقل عن العودة لا أريد أن أقوله لكن أيضا رد كان فيه متحدث آخر وهو شخص أيضا محترم دكتور معين قطامين تحدث عن مرونة في الحل وبرنامج أن الموازنة للعام القادم ستكون بعد شهر 12 من هذا العام أي يوجد ثلاثة أشهر لإعداد الموازنة مثلا لو قصتت هذه العلاوة بنسب 15-15-20 بنسب 10-10-30 وما إلى ذلك والاعتراف بها أستاذ مجيد لكن نكون واضحين يعني نتبعنا ونتبع شخصيا المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد اللقاء والاجتماع عبر الوسيط لجنة التربية النيابية وكان هناك حديث عول هذه النسب بالتصاعد النسب حوالي 10% ثم 20 إلى 30 إلى 50 وكان هناك كما فهمت من رئيس لجنة التربية النيابية لم يكن هناك اتفاق هذه النقطة يعني طرحت وكان هناك رفض ورفض سيكون طبعا لا نعلم هل هي من الحكومة أم من النقابة لكن كان هناك رفض هذه النقطة يعني حقيقة ربما يكون هذا وضعك وتم النقاش حولها ربما يكون هذا قد حصل لكن حتى الآن الموقف تعمى بعد هذا التصريحات دولة الرئيس اليوم أعتقد ورد النقابة تعمقت المشكلة أكثر أنا بالنسبة إليه أرى أن طاقة الفرج الوحيدة المتاحة هي تدخل جلالة الملك جلال سيدنا سيغادر بإذن الله إلى ألمانيا ومن ثم إلى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل أعتقد أنه قبل يوم الثلاثاء آمل أن يتدخل قبل يوم الثلاثاء يوجه الحكومة وحتى يوجه النقابة هو سيد البلاد يستطيع أن يوجه كل المجتمع الأردني سواء الرسمي أو القطاع الأهلي بضرورة إيجاد حل لا يجوز أن ندخل لأسبوع ثاني وكان له تصريحات سابقة يلمح إلى ضرورة الحفاظ على مصلحة الطالب وحقه بالتعليم بالتأكيد بالتأكيد مصلحة الطالب مصلحة عليا النقابة تتحدث عن هذه المصلحة العليا وتتحدث وتربطها بالمعلم تتحدث أن المعلم أيضا مصلحة عليا الآن عندما نتحدث عن كلفة 112 مليون إذا ما قصتت هذه العلاوة لا يقل هذا الرقم ربما يصبح 30 أو 40 مليون بالبداية وهكذا إذا ما وضع بموازنة العام القادم 2020 وبالتالي تبدأ هذه العلاوة بالإقرار بالـ 21 و 22 نكون قد انتهينا منها نعود إلى موضوع المسار الوظيفي وإلى ربط العلاوة بالأداء هذه قضية الحكومة مع كافة موظفين الدولة يجب أن يكون وإلا لا يجوز أن يأخذ الكسول والمجتهد نفس العلاوة نفس العلاوة يجب أن يكون هناك فعلا أداء وظيفي يحدد العلاوة ناقصا أو زائدا أو حتى حرمانا طيب أستاذ مجيد أنت تحدثت دعنا نعاقب على قضية تدخل جالة ملك عبدالله الثاني ولكن هذا يعني من قبلك رؤيتك وحسب نظرتك يعني فشل لكل جهود الوساطة الموجودة حاليا نجني التربية النيابية وحتى هناك يعني وسطات شبابية مبادرات شبابية لمحاولة حل الأزمة بما فيها كما طرحت أنت نسبة متدرجة حتى الوصول إلى 50% أو حتى تعديلات جوهرية على نظام مزاولة المهن التعلمية هل هذا يعني فشل حقيقي حتى هذه اللحظة لكل جهود الوساطة لنعترف أنه فشل كما كان هناك فشل في أداء بعض الوزارات التي اضطر جلالة الملك أن يتدخل شخصيا ويزورها متخفيا الملك زار دائرة الأراضي بعد أن زارها دائرة دولة الرئيس وأنا سمعته وهو يتحدث أن أداء هذه الدائرة التي زارها قبلا وأمهلهم شهرا ثم عاد بعد شهر وأبلغهم أن الأمور عالي العال ولم تكن عالي العال ذهب جلالة الملك واكتشف أن هناك أخطاء كثيرة منها تعطوا الإنترنت المصاعد ما إلى ذلك جلالة الملك يذهب إلى وزارة الصحة جلالة الملك يوفد رئيس الديوان الملكي لحدود المدورة من أجل الاطلاع على الإجراءات المقدمة للحجاج وهم عائدين هذه المسائل تؤشر أيضا على قصور بالجهاز الحكومي للأسف الشديد يجب أن نعترف إذن كل الأمال معلقة على جلالة الملك نحكي بهذا الموضوع ولكن هناك أخبار عاجلة تصنى الآن يوم السابت لألتسابت بكرة بداية أسبوع جديد في هذا الإضراب الآن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة يدعو رئيس وزراء الدكتور عمر رزاز إلى الاجتماع غدا عند الساعة الثانية من بعد الظهر لاجتماع والحوار أريد تعليقك على هذا الخبر يعني ياريت كان الاجتماع قبل الساعة الثانية غدا لأن غدا الأحد معنى ذلك أن الإضراب سيستمر ولا تدريس عند الساعة الثامنة صباحا عند بداية الفصل الدراسي الحصص لو أنه أعطى حسن نية أكثر وقدم هذا الاجتماع للليلة أن يكون الاجتماع هذه الليلة حتى إذا ما اتفقوا ونأمل أن يتفقوا إذا ما اتفقوا ونأمل أن يتفقوا أن نعود إلى المدارس غدا يعود طلبتنا إلى المدارس تعود الحياة كما هي بشكل طبيعي طيب أنت حدثت في البداية كلامك عن المرونة وقلت الحكومة يجب أن يكون لها مرونة ولكن أيضا أنكم منصفين لماذا يكون هناك أيضا مرونة من قبل نقابة المعلمين كان هناك دعوات من رئيس لجنة التربية النيابية بضرورة تعليق هذا الإضراب ولو لخلق أجواء إيجابية وبالتالي التوصل إلى على أوتر 50% يبدو أن النقابة رفضت طبعا كما فهمنا النقابة رفضت هذا الاقتراح السبب أنا لا أدافع عن النقابة لكن أستطيع أن أقرأ التحرك النقابي السبب هو في عدم الثقة للأسف الشديد النقابة لا تثق بأنها إذا ما تنازلت وفكت الإضراب من أن الحكومة ستستجيب لها هم يعلمون أنهم بالإضراب يشدون على عصب الحكومة وبالتالي إذا ما تركوا هذه الناحية الحكومة سوف تماطل وما إلى ذلك لأنهم فيما يبدو لديهم تجربة لكن هذا لا يعف النقابة والنقيب وبما أنها تتعامل مع طلبة مع أبنائنا من أن تبدي مرونة بعد أن وصلنا إلى هذا الحال وليس عيبا التراجع لا من قبل النقابة ولا من قبل الحكومة بالنهاية هذه مصلحة طلاب مليون وخمسمائة ألف طالب في المدارس الحكومية يجب أن يذهبوا إلى مدارسهم لأن حق العلم واتلقي العلم يعلو على كل حق ولا يجوز أن نحرمهم من هذا الحق بخلافات مالية لا يوجد خلافة هذه النقطة ولكن أيضا هناك تأكيد على نقطة الحوار حوار مفتوح دائما الكل يتمسك بلغة أن الحوار مفتوح ولم يقفل أحد من الجانبين أن هناك الحوار مغلق وبالتالي جميع الاحتمالات مفتوحة خلال الساعة القادمة وغدا ندينا اجتماع أعطى بصد مجيد أننا نتحدث الآن عن فيما لا سمح الله استمر هذا الإضراب دون الوصول إلى الاتفاق بالتالي ما هي السورة المستقبلية الضحية الضحية الطلاب العملية التعليبية بأسرها نحن ننظر إلى هذا الأمر وكأنه كارثي لا يجوز أن يتم اللعب والتلاعب بمصير الطلاب عند ذلك الحين لا سمح الله يكون الكل راها ووضع الطلاب رهينة فيما بين الطرفين هذا لا يجوز وحقيقة يكون قد اقترفوا إثما كل الطرفين النقابة أولا والحكومة ثانيا بحق أبناءنا الطلبة وذلك بعدم إبداء مرونة بعدم إبداء مرونة وبعدم الذهاب إلى منتصف الطريق من كل الطرفين وعند ذلك الحد على أولياء الأمور أنا لا أحرض ولكن أنا أتحدث عن مصلحة مجتمع على أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى الضغط على الطرفين على الحكومة وعلى النقابة للتحرك لإنهاء هذه المسألة لا يجوز أن تبقى مفتوحة بلا نهاية لا يجوز أن نكتشف بعد عشرين يوم أن طلبتنا يدخلون الشهر الأول من العام الدراسي دونما مدارس ودونما الجلوس وهذه هي التبعات تسرب خصوصا طلاب التوجيه يعني يعني مع عدد منكار قيام بعض المعلمين بتجاوز موضوع التوجيه وتعليم طلب التوجيه صحيح وما هم دون التوجيه أيضا التسرب إلى الحارات وعلى الشوارع وعلى دور السينما وإلى الحدائق التي لا يعلم أحد ماذا يوجد فيها هذا من يتحمل مسؤوليته على الحكومة وعلى النقابة أن يرتقوا بالمسؤولية حتى لو اضطرت الحكومة أن تقطع مخصصات من مخصصات دوائر أو وزارات أو مؤسسات أو الهيئات المستقلة التي لا لزوم لها يعني الآن هناك الكثير الكثير من ما يقال من ما يساعد على حلحلة هذه المشكلة وتحويل نفقات من جهة إلى جهة ولو بجزء بسيط كما تحدثنا 10% أو 20% أو 15% لا أعلم على أن تبدأ الخطوة الأولى ومن ثم يعلق الإضراب وتليها خطوات الحوار ضروري لكن الحوار ليس من أجل الحوار الحوار من أجل التوصل إلى النتيجة من أجل التوصل إلى النتيجة وكلنا تضعي غادر الاجتماع غادر أستاذ مجيد عصفور أستاذ مجيد عصفور الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا شكرا جزيلا والآن إلى ملفنا الثاني في أخبار الأسبوع حيث زار جلالة ملك عبدالله الثاني كتيبة دفاع الجوي الميدني 73 ودائرة الأراضي والمساحة في شمال عمان كجزء من سلسلة زيارات مفاجئة يقوم بها جلالة ملك عبدالله الثاني لتتبع الحقائق على الأرض أكان جلالته ومنذ توليه لسلطاته الدستورية يعمد إلى الزيارات المفاجئة أو اللقاءات الدورية مع المواطنين لوقوفه على حقيقة الوقائع عن قرب الوقوف على حقيقة الوقائع على الأرض عن قرب دأب جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية اعتماد زيارات التفقدية المفاجئة لتتبع سير الإجراءات المعمول بها على الأرض وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين زيارات وعلى مدار عشرين عاماً لم تستثني قطاعاً دون آخر مؤسسات رسمية ومرافق عامة وعائلات حظيت باستماع جلالته وتلمس احتياجاتها وفي أحدث سلسلة لهذه الزيارات كانت زيارة جلالته المفاجئة إلى كتيبة الدفاع الجوي الميداني ثلاثة وسبعين ودائرة الأراضي والمساحة في منطقة شمال عمان والبقية تأتي لاحقاً وفقاً لما أعلنه الديوان الملكي من أن الزيارات الملكية المفاجئة لا زالت مستمرة وفور استماع جلالته خلال هذه الزيارات إلى مقدمي الخدمة ومتلقيها في القطاعات الخدمية أو العوائق التي قد تواجه العاملين في القطاعات العامة والصعوبات التي قد تعرقل سير العمل يعيز جلالته إلى الجهات ذات الصلاة بضرورة أن لا يبقى الوضع على ما هو عليه متابعته جلالته الحثيثة لكثير من القضايا ومجريات الأحداث لم تكن من خلال الزيارات الملكية فقط بل أيضاً باللقاءات الدورية التي كان يجريها جلالته مع العديد من أبناء وبنات المحافظات ووجهائها بل وأيضاً من خلال استضافتهم في بيت الأردنيين جلالته وبرؤيته الملكية لكيفية مواجهة التحديات وتحقيق الاعتماد على الدات في رد الصعوبات هو البقاء على تواصل مباشر مع المواطنين واتباع نهج الشفافية والتي لطالما تمحورت توجهات جلالته للحكومات المتعاقبة حول هذه الآلية والاستمرار في إيجاد الحلول الناجعة التي تنعكس إيجاباً على واقع المواطنين وقرارات مدروسة تستند على أرض الواقع حديث أكثر حول هذا الملف نضم إلى الآن هنا في الاستوديو الأستاذ رمضان رواجدي الكاتب والصحفي أستاذ رمضان أهلا وسلام بك في أخبار الأسبوع حياك الله أستاذ رمضان إذن كما تبعنا منذ تولي جلالة ملك عبدالله الثاني سلطة الدستورية ومنذ جلوسه على العرش زيارات دورية ومفاجئة ومتخفية لدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية بالتالي نفهم أهمية هذه الزيارات بشكلها المفاجئ والمتخفي وانعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنين الحقيقة لا بد أن نشير قبل الزيارات الأخيرة لجلالة الملك أن هذا النشاط المتخفي أو الزيارات المفاجئة بدون مسؤولين وبدون وزراء وبدون رأية الوزراء مارسها جلالة الملك في بداية حكمه عام 99 2000-2001 ثم توقفت فترة طويلة جدا ثم عادت الآن وأنا أعتقد أن هذه الزيارات المفاجئة أو أنه زيارات متخفي أنا كنت أيامها ما زلت كنت أيامها صحفي بجريدة الرأي غط نشاطات جلالة الملك فكنا نتابع زيارات الميدانية مع المستشارين معالي الفزع وغيرهم اللي كانوا بالدوان الملكي وكنا نكتب عن هذه الزيارات ونحفز الحكومة على أنه هذه زيارات رسالة يعني مثلا الرسالة رسالة رسالة للمسؤول ورسالة للوزير ومدير الدائرة في شغلتين أساسيتهم أول شيء خروج المسؤول من مكتبه ونزوله على الميدان ليتابعهم ومنات ومشاكلهم عرض الواقع والثاني ضرورة اتخاذ القرار بجرأة وبعيدا عن الخوف وهذا ما تحدث به جلالة الملك في جلسة الرئاسة الوزراء لرئاسة الوزراء وترأسه جانبا مجلس الوزراء نعم نحن نحكي عن هذه النقطة نحن نحكي عنها القصة هي رسالة الملك لا يبغى أنه يروح متخفي أو مفزارات مفاجئة بدون مسؤولين لكن هو يعطي رسالة دائرة الأراضي يا سيد العديد زي مستشفى البشير أعطيك مثلا مثالين حيين مدلامة مثلان أمامنا أنا غطيت نشاطات جلالة الملك لما كان يزور مستشفى البشير بالألفين وواحد وزاره متخفي مرة وزاره مفاجئة مرة وكنا نتابع هذه النشاطات ما زال مستشفى البشير لغاية الآن كل رئيس وزراء يجي بزور المستشفى البشير وكل رئيس وزير صحة يجي بزور المستشفى يتطور مستشفى البشير الآن في مستشفيات متعددة ومتخصصة داخل مستشفى البشير لكن هذا مستشفى يخدم مليون ونصف شرق عمان ما زال له أهميته الكبرى حتى جلالة الملك زاره قبل فترة قبل سنة أو سنة ونصف تقويره دارت الأراضي دارت أراضي لدارها الملك سمع عن البيروقراطية الموجودة فيها وللأسن نتابعنا سلة سلة من الملاحظات سردها رئيس الديوان الملكي تتحدث حول ما لمس وجلالة الملك عبدالله الثاني في هذه الزيارة مشاكل في البنية التحتية مشاكل في الإنترنت في الكهرباء في تغيب الموظفين إضافة إلى حتى أمور كما قلت بيروقراطية هذه الدائرة دارت أراضي الآن بلا مدير وهذا واحد من المشاكل اللي خلقها نظام الوظائف العليا اللي أقررت الحكومة مؤخرا أنه بدما هي صاحبة صلاحية كمجلس وزراء ورئيس وزراء في التعيين أعطوها للجنة ولا ديوان الخدمة المدنية ولا لجنة وزارية أنا صاحب القرار بعين بدون الرجوع لا للجنة ولا لمجلس وزراء لا لجنة وزارية أنا مجلس الوزراء بنستي بوزير الماني بتعين مدير دارت أراضي دارت أراضي زالها رئيس الوزراء دكتور عمر رزاز قبل أشهر نتيجة تقرير للمتسوق الخفي أنه فيها بيرقراطية وفيها عدم دوام الموظفين وفيها مشاكل كثيرة والمراجعين بيشكوا والمستثمرين بيشكوا ولاحظ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة جلت ملك حكا عن المستثمرين مستثمر خايف طبعا مستثمرين بخايف عندهم موضع قلقين من الأردن للأسف في بعضهم طلع على تركيا وطلع على قبرس وطلعوا على اليونان وطلعوا على مكان ثاني دارت الأراضي دارها رئيس الوزراء دكتور عمر رزاز وقال لهم مش بلابود بعد تقرير متسوق دارها بعد شك شهر قال أن الأمور يعني تحسنت الآن يدورها جلسة الملك مش محقول يعني دولة كاملة وقفة على يعني دارت أراضي مش محقول أول شيء غياب المدير غياب الإدارة غياب الإدارة الحقيقية للدوائر يعني إيش الفراغ هذا يعني حدا يفهمنا ليش يصير الفراغ ست أشهر في موقع المدير العام لدارت أراضي طب أنا بدأ أخرج منها نقطة لسؤال يعني وجود هذا الفراغ تحدث عنه وجود عدم تنفيذ هذه الاستراتيجيات رغم يعني زيارة رئيس الوزراء كما قلت ومسؤولين عديدين لهذه الدائرة وغيرها من الدوائر نشيخص نحن في هذه الحلقة ولكن أيضا عندما يكون الآن هناك صدر مضان رقابة ملكية هالة من الرقابة الملكية على هذه المؤسسات بالتالي كيف سينعكس على أداء المدير والموظفين بعد هذه الزيارات نفهم الأثر مباشر طبعا الزيارات هذه وذي ما تفضلت وحكيت لك أن هذه رسالة ولملك يعني يحكم من خلال الرئيس الوزراء ووزراءه ومش معني أنه يدخل بالتفاصيل لكن اضطر الدخول بالتفاصيل نتيجة غياب المسؤول الجريء الذي يواصل الليل بالنهار ميدانيا ويتعب على دائرته وعلى مؤسسته أو وزارته الأثر أنا بعتقد أثر إيجابي عند الناس أنه الملك يهتم بهذه التفاصيل والقضايا ويحفز الموظفين لكن بدون إدارة حكيمة وجريئة احنا مؤسساتنا رايح على الخراب يعني للأسف أنه عندنا متعطل عدد من المؤسسات من فيها مؤسسات إعلامية كبرى مثل التلفزيون وبترة وهي إعلام بلا مدراء ست أشهر لا يعقل أن تكون ست أشهر الحكومة مش قادرة تعيين مدير عام لغاية الآن وتنتظر نتائج مسابقات وغيرها أنا بقول أنه المواطن هو الذي سيلمس الفرق لأنه طبعا نبنى الفرق أيضا غير المواطن نرجع للمواطن ولكن أيضا الفرق على أداء الموظف عندما يرى هذه الرقابة الملكية المستمرة على أداء وظيفته وعلى يعني هل هذا يبعث له بنوع من الحافز للقيام بأكمل دور أكيد أكيد ببعث له بنوع من الحافز و بنفس الشغلة نفس الوقت يكون هو تحت المجهر يعني أنه يعني كما كنا هذه الرقابة مستمرة ممكن بأي لحظة جلالة الملكي فاجئة دائرة حكومية أنا أعتقد بعد زيارات الملك الأخيرة المفاجئة أن المسؤولين الآن حط إيديهم على قلوبهم والوزراء والآن يبدو أنه صدر التعليمات من الوزراء والمدراء العامين أنه يحتاطوا لأن الملك أعلن أنه ستكون هناك زيارات أخرى مفاجئة وربما متخفيا الله أعلم هذا برجع لبرنامج جلالة الملك والمستشارين سيد رمضان عشان الوقت الآن تحدثنا عن انعكاسه على الموظف والمدير انعكاسه أيضا عن المواطن يتابع دائما لديه دور رقابي قريب من المواطن الأردني في همومه وفي مشاكله في التعامل مع المؤسسات الرسمية وفي ظل أيضا فقدان الثقة ما بين المواطن وما تقدم الحكومة ومؤسساتها من واجبات تجاه المواطن بالتالي هل جلالة الملك بهذا دور رقابي فعلا يقوم بجسر هذه الهوى وهذه الفجر الموجودة بالثقة ما بين المواطن وأيضا المؤسسات الدولة يعني أنا بدي أحكي للأسف أنه جلالة الملك يعني مضطر للتدخل في كل كبيرة وصغيرة تحدث في الوطن نتيجة ضعف المسؤولين عنها وعدم متابعتهم والقرارات اللي بتتخذوها ما بيعرفوا ما أثرها على المواطن الأردني خاصة في قضايا الاقتصادية والاجتماعية والهبات الأخيرة اللي شفناها والمشاكل ونقابة المعلمين وغيرها اللي شفناها كلها هاي مشاكل يعني يفترض أن لا تكون يعني فيها تدخل ملك يفترض أن الحكومة والمسؤولين والوزراء هم اللي قتابوا أهل الشغلات طبعا هذا حافز للمواطن كمان أنه يبدو رأيه والملك حكى للشباب في أحد لقاءاته سمعونا صوتكم نعم والمواطن يكون مطمئن المواطن يكون مطمئن في ظل هذه دور الرقابة لجاء الملك عبدالله الثاني المباشر نعم يكون مطمئن ومرتح طيب أستاذ رمضان الرواجد الكاتب والصحفي أشكرك جزيلة شكرا لك شكرا لك طبعا أخبار الأسبوع مستمر من قناة المملكة وفيه بعد قليل تنديد عربي وإقليمي ودولي لإعلان رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت ألم بكم إلى أخبار الأسبوع في منفها الثالث تنديد عربي وإقليمي ودولي واسع تبع إعلان رئيس الوزراء الإصائلي بنيمين نتنياهو عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وذلك إن فاز بالانتخابات التي سوف تجرى يوم الثلاثاء المقبل واتمكن من تشكيل الحكومة الأردن من جهته استمر بحجد العالم للحيلولة دون استمرار إصائيل في تهديداتها وممارساتها العدوانية تجاه الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة هي ممارسات عدوانية لم تكن آخرها بالتأكيد القضية قضية التهديد بضم منطقة غور الأردن والتي تأتي في سياق حلقة من ضمن حلقات إصائلية عدة عنوانها قمع الفلسطينيين ومصادرة الحقوق نسف ما تبقى من أمال لعملية السنة انفست بالانتخابات وشكلت الحكومة أعلن أنني سأضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت للسيادة الإسرائيلية رغم أن إعلان نتنياهو هذا يأتي لكسب أكبر عدد من الناخبين الإسرائيليين خاصة اليمينيين منهما إلا أن مراقبين دعوا لأخذ هذه الوعود على محمل الجد فالمشهد الداخلي الإسرائيلي يتوغل منذ فترة في اليمين وقد ترجم ذلك عبر العديد من الخطوات الأحادية والممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتنكيل واعتقال واستيطان وقرصنة على أموال السلطة وغير ذلك الكثير أضف إلى ذلك أن الظروف الإقليمية والعربية ليست بأفضل حالاتها ويزداد الأمر سوءاً عبر الدعم الأمريكي المنقطع النظير لإسرائيل والذي تمثل مؤخراً بخطوات عدة ضد الحقوق الفلسطينية أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للمدينة ومحاولة تصفية الأنروا إعلان نتنياهو العدواني بضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت قوبل باستهجان عربي وإقليمي ودولي واسع استهجان إن صب مجمله في التحذير من مغبة الإقدام على هذه الخطوة وأتداعياتها المحتملة على المنطقة وما تبقى من آمال السلام إضافة إلى التأكيد على عدم شرعيتها ومنافاتها للقانون الدولي أبرز الجهات المنددة بهذا الإعلان تمثلت بجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبالتأكيد الأردن الذي استمر بحجد المجتمع الدولي ضد الإجراءات الإسرائيلية وحذر من أن تصريحات نتنياهو تعتبر تصعيداً خطيراً تنسف أسس السلام وتدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتعجيج الصراع نحذر من أن هذا الإعلان الكارثي سيقوض وليس فقط سيقوض حل الدولتين الذي يجمع العالم تقريباً برمتها لأنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار ولكنه أيضاً سيقتل العملية السلمية برمتها لأنه سينسف الأسس التي قامت عليها الجهود السلمية بشكل عام وسيؤدي إلى ضياع عقود من الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام القيادة الفلسطينية قالت إن الخطوة الإسرائيلية تهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية كما هددت بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في حال تنفيذ نتنياهو لوعده ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بشأن عزمه ضم منطقة غور الأردن للسيادة الإسرائيلية يمثل جريمة حرب تشكل منطقة غور الأردن ثلاثين في المئة من إجمالي الضفة الغربية وتزيد مساحتها عن مليون وستمائة ألف دنوم ويقطنها نحو خمسة وستين ألف فلسطيني وأحد عشر ألف مستوطن المنطقة خاصبة للزراعة وفيها إمكانية لإقامة مشاريع لتوليد الطاقة لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها لأغراض عسكرية كما أن وجود البحر الميت يجدب الكثير من السياح عاد عن الموارد الأخرى في هذه المنطقة الاستراتيجية كالملح والمعادن حديث أكثر مشاهدين حول هذا الملف نضم إلينا الآن هنا في السود أستاذ عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية أهلا وسلم بك في أخبار الأسبوع أستاذ عريب إذن كما تبعنا موقف تصعيدي وخطير وصف من قبل رئيس الوزراء السائل بن يمين نتنياهو بضم غور الأردن وأجزاء من شمال البحر الميت يأتي في ظل كما قيل الدعاية الانتخابية وشراء أصوات المستوطنين خصوصا في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطنين بالتالي غدا هناك اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الرد على هذه الخطوة الخطيرة من قبل نتنياهو بالتالي من متوقع غدا؟ قبل ما أحكي عن رد مؤتمر الإسلامي أنا أحذر من النظر إلى هذا القرار بوصفه شعار انتخابي يعني يمكن أن يلتزم به ويمكن أن لا يلتزم به يمكن أن يكون كالوعود الانتخابية التي تتبخر في الهواء بعد انتهاء الانتخابات هذا جزء أساسي من سياسات اليمين الإسرائيلي النقاش داخل إسرائيل بالذات في معسكر اليمين هو حول المساحة التي يتعين ضمها من الضفة الغربية كل الضفة المنطقة سي منص الضفة ربع الضفة ثلث الضفة هذا كلام عميق في التفكير اليميني الإسرائيلي وبالتالي نحن نرى هذه الخطوة ربما في توقيتها انتخابية ولكن في مضمونها هي برنامج عمل لليمين الإسرائيلي إذن بالتالي تتوقع تنفيذه بعد فعلا بعد فوزنة نيوه قولا واحدا المطلوب الآن في الحقيقة ردة فعل غير اللي اعتدنا عليه من الفلكلور اللي عم بصير في العالم العربي والإسلامي خطوة إسرائيلية كبرى قبل اجتماع عربي اجتماع إسلامي بيانات تصدر جريئة قد تكون في بعض النصوصها وقد لا تكون المطلوب الآن في الحقيقة أمام هذا الزحف الجنوني للاستيطان الإسرائيلي أمام هذا القدم غير المتسارع للطقف الغربية المحتلة المطلوب إجراءات عربية وإسلامية تتخطى إطار البيانات والاجتماعات الفلكلورية البروتوكولية التي اعتدنا عليها والتي لا تقدم ولا تؤخر اللي هي الإدانات والاجتماعات بدون قرارات واضحة المطلوب أن تصر رسالة واضحة لإسرائيل لأنه لا يمكن فصل مسار السلام والحل مع الفلسطينيين عن مسارات السلام العربي الإسرائيلي طب بكرة تحكي عن الرسالة غدا هناك اجتماع ما هو الرسالة المتوقعة من هذا الاجتماع أنا في الحقيقة أنا أتوقع بيان سياسي قوي لكن لا أتوقع غير كافي طبعا المطلوب في التطبيع العربي مع إسرائيل التطبيع المجانية التي تقوم به بعض الدول العربية الآن التي ليست من خرطة في الصراع العربي الإسرائيلي إذا كان هناك عذر للفلسطينيين أو للأردنيين أو للمصريين كدول طوق وشعب تحت الاحتلال وغير ذلك فما عذر الدول العربية النائية أو الإسلامية النائية في أن تقيم علاقات تطبيعية مزدهرة مع الإسرائيليين إذن قطع هذا المسار هذا على أقل تقدير وأن يكون العودة إلى سياسة المقاطعة إلى سياسة وقف التطبيع مع هذا الاحتلال يجب أن تكون هناك رسائل قوية في هذا المجال ليشعر نتنياهو بأنه يدفع ثمن ولا يستطيع أن يحتفظ بأحسن العلاقات مع الدول العربية الإسلامية في الوقت الذي يستمر فيه في الاستيلاء على الأراضي والحقوق الفلسطينية وتدمير حل الدولتين وقطع أي طريق على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة دعا عنك ملف القدس من قبل ملف الجدان من قبل ملف اللاجئين من قبل وبعد الغور شمال الميت هناك المستوطنات أريئيل في الشمال مع لي أدونين كل المستوطنات هذه على جدول أعمال الإسرائيل وربما تكون من أولى قرارات الحكومة اليمينية إن تشكلت حكومة يمينية في إسرائيل بعد انتخابات السابع عشر من أيلول الأسبوع القادم استطلاعات الرأي أصلا تشير إلى فوز نتنياهو حتى هذه اللحظة واستطلاعات الرأي تشير إلى أن الكنيست القادم بأغلبية يمينية بامتياز المشكلة الآن هل سيستطيع نتنياهو أن يحل إشكال الخلاف الشخصي مع لي برمان أم لا طيب أستاذ عريب أنت قلت غدا مطلوب موقف وبيان وقوي وصريح وقرارات قوية تجاه هذه الخطوة الإسرائيلية وهذا الإعلان من قبل نتنياهو ولكن تقول قطع مسار التطبيع والمقاطعة لإسرائيل هل هذا كافي؟ ما الموجود لدى الدول العربية والإسلامية أوراق قوة لمواجهة هذا التعنت وهذا الصلاف الإسرائيلي لدينا الكثير من أوراق الخوة مثل؟ ولا نطمح في الحقيقة باستخدامها جميعها ولا نطمح بأن العرب سيستخدمونها جميعها لكن يكفي في هذه المرحنة أن يأخذ قرار واضح من شقين الشق الأول دعم سمود الفلسطين فوق أرضهم كل القرارات التي قطعت من أجل السلطة الفلسطينية وتمكينها لم يجري الوفاء بهذه الالتزامات إلا بالحد الأدنى يجب الوفاء بالالتزامات الرئيس محمود عباس عم بطوف بالعواصم العربية والإسلامية من أجل الحصول على قروض لتمكين السلطة من افتبات في مواجهة العقوبات الأمريكية والإسرائيلية وهو لا يحصل على شيء في هذا المجأة أولا تدعيم سمود الفلسطين بالفعل وليس بالقول وملء الصندوق التي تعهد بها العرب ولم يفو بتعهداته ثانيا رسال رسالة قوية لا تستقبل أي عاصمة عربية أي مسؤول إسرائيل ولا تقيم أي علاقة مع شركة إسرائيلية ولا تطبيع مع الاحتلال ولا سلام مع هذا الاحتلال إلا بعد الانسحاب عودة إلى مبادرة السلام العربية سيدنا نحن لا نطالب بأكثر من ذلك التطبيع بعد انتهاء الاحتلال وليس قبل انتهاء الاحتلال يجب أن تكون الرسالة واضحة في هذا المجال أما إذا كان نتنياه مطمئن أنه يستطيع أن يفعل بالفلسطين الماشاء دون أن يتأثر السلام مع الدول العربية دون أن تتأثر علاقاته التطبيعية مع الدول العربية فما الذي سيخشاه نتنياهو إذن؟ ولماذا يتوقف عن هذه السياسات التطبيعية؟ طيب أستاذ مريب أنت قلت وادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين بيروت عام 2002 وضل قرار 194 42 قرارات الدولية هذه القرارات كلها يعني أعلان نتنياهو ينصفها كليا بالكامل ينصفها بشكل كليا بالتالي الآن عملية السلام ضمن وفق قرارات شرعية دولية بما فيها حل الدولتين أين أصبحت الآن إذا نتنياهو نفذ هذه الوعود الانتخابية؟ وقبل أن ينفذ أنا في رأي خيار حل الدولتين وقلنا ذلك وكتبنا عنه وجادلنا به خيار حل الدولتين بات وراء ظهورنا بنبع إعلان القدس عاصمة لإسرائيل 700 ألف مستوطن بالضفة الغربية والقدس 700 ألف مستوطن قطعوا الطريق على أي فرصة لقيم دولة فلسطينية قابل الحياة الآن مع قرارات الغور والمستوطنات هذا الحل انتهى مرة واحدة وإلى الأبد البديل في الحقيقة صفحة استراتيجية وطنية فلسطينية جديدة مدعومة من الجانب العربي البديل أن تعرف إسرائيل أن هذا لا يمكن أن يتم بلا ثمن هل لدينا الإرادة؟ هل لدينا القدرة؟ هل لدينا الرغبة للعودة بالقضية الفلسطينية لصدارة الأولويات بالنسبة للقضايا العربية؟ هل مستعدين أن نرصد الدعم للشعب الفلسطيني؟ هل مستعدين أن نجابه إسرائيل في المحافر الدولي وأن ننهي العلاقات معها؟ هل نستطيع أن نقول لا لإدارة ترامب وإنحيازها الأعمى إلى الجانب اليمين الإسرائيلي وليس إلى جانب إسرائيل فحسب إن صدر عن العرب مواقف أو المسلمين مواقف من هذا النوع يمكن إحداث عطافة واستدارة في المواقف لكن أنا لست شديد تفاؤل في هذا غير شديد تفاؤل لكن هذه المواقف فتحدثت عنها تجابه بحائط صد أمريكي داعم بشكل كبير للموقف الإسرائيلي ومن الصحة الخارجية الأمريكية أن ما أعلن نوتنياهو لا يتعرض مع عملية السلام هذه مشكلة كبيرة يا سيدي إيران تقاوم الأمريكان وتحقق نجاحات تركيا تقاوم الأمريكان وتحقق نجاحات طالبان تقاوم الأمريكان وتقتلهم في أفغانستان وتحقق نجاحات وهم يتفاوضون معها وكان بدوياهم في كام ديفيد إلا نحن فكرة أن نتصدى للموقف الأمريكي ولدينا عشرات الأوراق القوية في هذا الموقف هذه خارج حساباتنا هذه بسبب انقساماتنا البينية بسبب صراعاتنا الوهمية بسبب المحاور التي أكلت هذه المنطقة وقضت على كل فرص للتقارب فيما بين دولها وشعوبها لذلك نحن الطرف الأضعف نحن الطرف الغائب المغيب في هذا المجال الولايات المتحدة ليست قدر وشعوب المنطقة الأخرى غير العربية أظهرت أنه بإمكان اتخاذ مواقف صارمة وتغيير الموقف الأمريكي والثبات بوجه الضغوط الأمريكي إلا نحن الهدف الرئيس لكل هذه الأنظمة هو أن تبقى على علاقات الرضا والاسترداء للولايات المتحدة تتحدث عن أوراق قوة في مواجهة إسرائيل وتتحدث عن أوراق قوة في مواجهة وليات المتحدة الأمريكية ما هي الأوراق قوة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لديك النفط، لديك المال، لديك الصناعات، لديك تنويع خياراتك لديك الانفتاح على آسيا، لديك الانفتاح على روسيا، لديك بدائل هائلة لماذا لم الأتراك لم أعطوا باتريوت أربعمية الأمريكي؟ باتريوت أخذوا اس أربعمية من روسيا لماذا لا نجر على تنويع خياراتنا، تحالفاتنا؟ القرن الماضي كان قرنا أمريكيا، القرن الحالي ليس قرنا أمريكيا القرن الحالي قرن تعدد الأقطاب القرن الحالي قرن آسيوي بامتياز لماذا لا نفكر بخيارات بديلة هل للولايات المتحدة قدر مفروض على هذه المنطقة هل الإرادة الأمريكية قضاء لا راد له وهذا ما يقوي الموقف الإسرائيلي ضعف موقف عربي تجاه للولايات المتحدة وإسناد الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي طيب الأستاذ عريب الريتاوي مدير عام مركز القدس لدراسات السياسية أشكرك جزيلا شكرا جزيلا ومع القدس وفلسطين نصل معكم إلى نهاية أخبار الأسبوع طبط أوقاتكم وإلى اللقاء